بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا بكم أعزائي إلى الجزء الرابع من سلسلة أجزاء حلول أسئلة الواجب في موضوع التطبيقات العملية على القيم العظمى والصغرى المحلية وقبل البدء في هذا الجزء إليكم المقطع الذي تم تصويره قبل سنوات من الآن السلام عليكم طلبتنا الأعزاء طلبة السادس العلمي بفرعيه الأحياء والطيبين نحن الآن في محافظة السليمانية قضاء كلر وتحديدا أمام قلعة شيروانا جئنا من محافظة بغداد لغرض حساب هذه النافذة إذن نافذة على شكل مستطيل محيطه ثمانية متر يعلوه نصف دائرة جد أبعاد هذا المستطيل لكي يكون مساحة سطح النافذة أكبر ما يمكن إذن سنشترك في حساب هذا السؤال مع الأخوان كل من الأستاذ نبيل الزرقوشي والأستاذ السيد هادي المدرس والأستاذ صلاح الفرطوسي إذن نحن الآن في محافظة كلر من أجل حساب مساحة أو أبعاد المستطيل لكي يكون مساحة سطح النافذة أكبر ما يمكن أهلا بكم أعزائي مرة أخرى وشاهدنا هذا السؤال الذي سيعرض حله التفصيلي خلال الشرح لهذا اليوم والسؤال الذي تم تصويره في محافظة السليمانية قضاء كلر قبل سنوات عندما كان السادس أحيائي وتطبيقي ولكن قبل حل هذا السؤال سوف نذهب إلى السؤال الأول نافذة على شكل مستطيل يعلوه مثلث متساوي الساقين تنطبق قاعدته على أحد أبعاد المستطيل أحد أضلاع المستطيل المستطيل قياس زاويتي قاعدة المثلث الذي تنطبق قاعدته على أحد أبعاد المستطيل 45 درجة ومحيط المستطيل 9 متر والمطلوب إيجاد بعدي المستطيل لكي تكون مساحة سطح النافذة أكبر ما يمكن واضح جدا أعزائي بأن طول المستطيل مقسم إلى قسميا متساويا من أقول طول المستطيل أحد أبعاد المستطيل ليش؟ لأن قاعدة المثلث متساوي الساقين تنطبق على أحد بعدي المستطيل ولأن العمود النازل من رأس مثلث متساوي الساقين على القاعدة ينصفها وينصف زاوية الرأس لذلك رح أجي أفرض طول قاعدة المثلث الذي هو نفسه طول المستطيل 2x ورح أجي أفرض عرض المستطيل هو y وقياس كل من زاويتين القاعدة بالنسبة للمثلث 45 درجة هنا العلاقة في هذا السؤال أعزائي العدد وين موجود؟ موجود يوم محيط المستطيل إذن محيط المستطيل يمثل علاقة اللي رح أستخرج x بدلالة y أو y بدلالة x قياس زاويتين القاعدة بالنسبة للمثلث 45 درجة رح أستفيد من عدها أكيد هنا المثلث قائم الزاوية بالنسبة لهذه الزاوية ارتفاع المثلث يمثل المقابل والقاعدة جزء من القاعدة رح يمثل المجاور شنو يربط المقابل بالمجاور هو التان إذن التان 45 درجة يساوي h على x يعني معناها واحد يساوي h على x رح ألقى h بدلالة x إذن من خلال قانون المحيط ورما رح أجي أفرض بعدي المستطيل هو 2x بواي ورح أجي أفرض ارتفاع المثلث هو h إذن هنا رح أجي أستفيد من محيط المستطيل لإيجاد علاقة بين ال-y وال-x مرة ورح أجي أستفيد من الزاوية لإيجاد علاقة بين ال-h وال-x مرة أخرى إذن 9 تساوي محيط المستطيل 2 في الطول زائد العرض إذن 2 في 2x زائد y رح أقسم على 2 2x زائد y تساوي 9 على 2 من أجل أن أقول y تساوي 9 على 2 ناقص 2x أروح على التان 45 درجة تساوي المقابل على المجاور h على x إذن 1 يساوي h على x معناها h يساوي x الآن القاعدة هي مساحة النافذة ما هي مساحة النافذة؟ تساوي مساحة المستطيل زائد مساحة المثلث مساحة المستطيل هو الطول في العرض 2xy مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع نصف في 2x في h 2 و 2 تختصر xh أعوض المكان ال-y بما يساويها اللي هي 9 على 2 ناقص 2x أعوض المكان ال-h بما يساويها ال-h يساوي x تبسيط اعتيادي اشتقاق مساوات بالصفر ال-x رح تطلع عندي 3 على 2 إذن 2x يساوي 3 أعوضها بال-y تساوي 9 على 2 ناقص 2x رح يطلع عندي ال-y يساوي 3 على 2 وال-2x تساوي 3 أمتار إذن هذه تمثل بعدي المستطيل لكي تكون مساحة سطح النافذة أكبر ما يمكن هذا السؤال عزائي كان موجود بالكتاب المقرر قبل 14 سنة من الآن وتم حث من الكتاب حتى إن شاء الله يجيبه بالامتحان الوزاري إذن السؤال ليس خارجي من أقول الحفو مو معناها فائض عن الحاجة مو معناها زايد قالوا عندنا أسئلة هواية وخلي نحذفه لأجل عدم التكرار وممكن جدا بأن نراه في أحد نماذج الأسئلة الوزارية سؤال الـ 2004 عزائي قطعة سرق طولها 8 سنتيمتر قطعت إلى قطعتين صنع من الأولى دائرة ومن الثانية مستطيل طوله ضعف أرضة جد طول كل قطعة لكي يكون مجموع مساحتين مستطيل والدائرة أقل ما يمكن هذا إلما يشبه يشبه سؤال مجموع محيطي دائرة ومربع يساوي 60 اثبت أنه لكي يكون أو عندما يكون مجموع مساحتي الشكلين أصغر ما يمكن فإن طول ضلع المربع يساوي طول قطر الدائرة اللي هو سؤال الكتاب إذن هذا السؤال مقارب جدا جدا إلى سؤال الكتاب قطعة السرق كذا شوفه هنا طولها 8 سنتيمتر قصيتها قصتين قطعتين وحدة سويتها دائرة وحدة سويتها مستطعة طوله ضعف عرضه رح أجي أفرض العرض وي الطول 2 وي ونصف قطر الدائرة هو أر إذن هذه القطعة تمثل محيط الدائرة والقطعة الخضرة تمثل محيط المستطيل إذن من دي ريد مني جد طول كل قطعة يعني معناها احسب لي محيط الدائرة واحد وإحسب لي محيط المستطيل واحد زين هذه القطعتين من سويتها دائرة ومستطيل طولها كان ثمانية سنتيمتر إذن واضح جدا العلاقة في هذا السؤال هو مجموع المحيطين محيط الدائرة زائد محيط المستطيل الفرضية نفرض عرض المستطيل 2Y طول المستطيل X اللي هو 2Y عرض المستطيل Y وطول المستطيل X اللي هو 2Y نصب قطر الدائرة يساوي R العلاقة مجموع المحيطين إذن 8 تساوي المحيط المستطيل زائد محيط الدائرة إذن 2 في 2Y زائد Y اللي هو يمثل محيط المستطيل 2 في الطول زائد العرض ومحيط الدائرة 2Y قسمت على 2 حتى تكون الأرقام أسهل صارت عندي 4 تساوي 3Y زائد PIR وظيفة العلاقة جعل أحد المتغيرين بدلالة الآخر ارتئت أن أجعل 3Y تساوي 4 ناقص PIR إذن معناها الY تساوي 4 ناقص PIR على 3 أو أقول 4 على 3 ناقص PIR على 3R العلاقة انتهنا منها مجموعة المساحة مساحة المستطيل 2Y في Y 2Y تربيع مساحة الدائرة هو PIR تربيع إذن كتبت قانون مجموع المساحة أعوض مكان الY بما يساويها اللي هو 4 على 3 ناقص PIR على 3 كلها مضروبة في R و رح أجعل هذا مربع حدانية لأجل الاشتقاق الأسهل مربع الأول 16 على 9 2 في الأول في الثاني 2 في 4 8 على 9 PIR زائد مربع الحد الثاني PIR على 9 R تربيع ممكن الثاني تنظروا بالأول يصير 32 على 9 16 PIR على 9 2 PIR على 9 والر تربيع تبقى ومن بعدها يتم عملية الاشتقاق إذن 32 على 9 مشتقة صفر ثابت سالب 16 PIR على 9 2 رعوية ثانية رح أصر عندي 4 PIR على 9 R زائد 2 PIR هذه المشتقة رح نساويها بالصفر وحتى أخلص من التسعة رح أضرب المعادلة كلها في تسعة كلها تقبل القسم على 2 PIR أقسم على 2 PIR شنو اللي رح يصير هنا 9 وية 9 راح اختصرناها 2 PIR 16 PIR رح أصر عندي هنا ثمانية فقط سالب ثمانية طيب 9 وية 9 اختصرناها 2 وية 4 2 تربع وية PIR إذن 2 PIR واللي رح يصير هنا 2 PIR وية 2 PIR تختصر إذن رح يكون عندي 9 R تساوي صفر والحدود اللي بها R أجعلها بطرف حتى أسحب R عامل مشترك والحدود اللي ما بها R الثمانية أحولها بالطرف الآخر يعني معناها R رح يساوي 9 زائد R تساوي 8 على 9 زائد 2 PIR هذا R رح أعوض بالY حتى أستخرج يعني احسب لي محيط الدائرة واحد احسب لي محيط المستطيل واحد إذن هذا هو المطلوب في هذا السؤال وصلنا الآن إلى قلعة شيروانة واجبت لكم صورة من القوجل عن قلعة شيروانة قلعة جميلة جدا وتقع في محافظة السليمانية قضاء كلر وذهبنا إلى هذا المكان من أجل أن نحسب مساحة النافذة ومن بعدها عدنا إلى محافظة بغداد إذن هنا أعزائي هذا المستطيل لاحظ أن النصب دائرة موجودة فوق المستطيل تعلو على المستطيل أكيد هنا هذا مركز الدائرة رح يقسم لي طول المستطيل إلى قسميا متساويا إذن هنا رح أجي أفرض طول المستطيل 2 X العرض سسمي Y هنا نصب قطر الدائرة رح تكون X يعني هنا ما كو داعي أسميها R إذن نصب قطر الدائرة رح تكون عندي X إذن العلاقة هو الثمانية الثمانية شو تمثل تمثل محيط المستطيل زين محيط المستطيل شي ساوي يساوي 2 في الطول زائد العرض قسمت على 2 قلت ال Y تساوي 4 ناقص 2 X العلاقة انتهن منها ما هي القاعدة القاعدة هي مساحة المستطيل زائد نصف مساحة الدائرة إذن مساحة المستطيل رح تكون عندي ما يهدي أكيد هنا مساحة المستطيل رح تكون 2 X في Y وعلى هي عزائي إذن هنا مساحة المستطيل الطول زائد العرض في 2 وقلت عليه 8 تساوي 2 في الطول زائد العرض وقسمت على 2 صار عندي Y تساوي 4 ناقص 2 X والقاعدة رح تكون شنو مساحة النافذة ما هي مساحة النافذة مساحة المستطيل زائد مساحة النصف الدائرة مساحة المستطيل تساوي 2 X Y الطول في العرض ورح تقول لي طالب بعض الطلاب يقول لي لي مساحة المستطيل X Y أقول لك لا مساحة المستطيل للطول في العرض حاصل ضرب بعدي أنا فرضة الطول هو 2 X العرض Y إذن 2 X Y مساحة الدائرة Pi في نصف القطر تربيع يعني Pi X تربيع مساحة نصف الدائرة رح ستكون عندي نصف Pi X تربيع إذن هنا رح أعوض مكان Y بما يساويها إذن 2 X في 4 ناقص 2 X نصف Pi X تربيع على وضعها 2 X رح تدخل على القوس إذن 8 X ناقص 4 X تربيع نصف Pi X تربيع على وضعها إذن معناها شلون رح أجي أشتق شنو المشتقة مشتقة 8 X مشتقة 4 X 8 مشتقة للحدود اللي بيها X بجهة اللي ما بيها X بجهة أسحب X عامل مشترك إذن صار عندي X تساوي 8 على 8 ناقص Pi يعني 2 X 16 على 8 ناقص Pi طيب الواي رح يصير عندي رح يصير 4 ناقص 16 على 8 ناقص Pi أو 1 مقامات رح يصير عندي 16 ناقص 4 Pi على 8 ناقص Pi بعد ما أجمع الحدود المشابهة إذن معناها بعداء المستطيل اللي هو 2 X و Y إذن سؤال قلعة شيروانة إن شاء الله سؤال سهل وممكن جدا بأن يجيني بالامتحان الوزاري إذن السؤال الذي بعده خزان من الحديث وغطاء كامل على شكل متواز مستطيلة قاعدته مربعة وحجمه 216 سنتيمتر مكعب يريد أبعاده لكي تكون مساحة الصفائح المستخدمة في صنعه أقل ما يمكن إذن العلاقة منه قانون الحجم القاعدة رح تكون قانون المساحة السطحية أعتقد السؤال بسيط رح أجي أرسم متوازن مستطيلة ذو القاعدة المربعة وأفرط طول الضلع X لارتفاع H حجم متوازن مستطيلات يساوي X تربيع H لأنه قاعدته مربعة أعوض 216 رح أقول الـ H تساوي 216 على X تربيع المساحة السطحية لأنه بغطاء كامل تساوي المساحة الجانبية 4X H زاء الضعف مساحة القاعدة 2X تربيع أعوض مكان الـ H بما يساويها اختصار سهل جدا بقى عندي X بالمقام X صعد إلى البصر عندي السالب 1 4 في 216 864 اشتقاق ومساواة بالصفر أعتقد الأمر بسيط جدا ولا يحتاج إلى تفصيل أكثر لأن حالين أسئلة كثيرة على هذه الفكرة في مناسبات أخرى السؤال الآخر سؤال الـ 2015 بنفس الأسلوب تماما ولكن الحجم أم كان ما يقول 216 قال 27 هنا بالكتاب هنا نعطيني أسئلة قابلة للجذر التكعيفي إذن معناها نفرض القاعدة X الارتفاع H بنفس الأسلوب تماما رح أكتب 27 كتبت H تساوي كتبت قانون المساحة السطحية مثل ما سولفتها بالسؤال السابق وعوضت اشتقيت وساويت بالصفر إذن الـ X طالع عندي 3 لو أجي تساوي بلاه الحجم 216 طالع عندي طول الضلع والارتفاع هو 6 وحدات يعني 6 سنتيمتر بالنسبة إلى هذا السؤال وبالنسبة إلى السؤال البعد هو 3 سنتيمتر إذن شنو المشكلة شنو المميز في هذا السؤال بأن السعة إذا كانت معلومة لأي عدد ويريد مني أبعاد الخزان لكي تكون مساحة المعدن المستخدم أو مساحة الماد المستخدم في صنعه أقل ما يمكن إذن الشكل المتكون سيكون مكعب هل يمكن إثبات هذا السؤال بشكل عام إذن رح نشوف بالدرس القادم الجزء القادم إن شاء الله رح أجي أثبته بشكل عام مهما كانت سعة الخزان معلومة والمتوازي مستطيلات قاعدته مربعة ويريد مني مساحته أقل ما يمكن أن يجب أن يكون هذا الشكل مكعبا إذن انتظرني بالجزء القادم إن شاء الله لإثباته بصورة عام إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحبه